هنا جنوب الحديدة في مناطق تحت سيطرة الشرعية والتحالف وفي ظل ما ينشر ويقال عن تسيير وتوزيع آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية ثم تحقائق غائبة أو مغيبة عن الإعلام وفقاً لإحصائيات مكتب الصحة والسكان بمديرية الخوخة جنوب الحديدة فإن مستشفى المديرية استقبل أكثر من أربعمائة طفل يعانون سوء التغذية الحادي والوخيم ثمانون في المئة منهم هم نزلاء لمخيمات النزوح الطفل عبد الرحمن منيهش يبلغ خمس سنوات ووزنه لا يتجاوز خمسة كيلو جرامات أنموذج ماثل للحال المؤسف الذي يعيشه أطفال الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة أضطرت أسرته للنزوح من قرية الدنين جنوب شرق الخوخة إلى صحراء مفتوحة في إطار سيطرة الشرعية والتحالف ومكثوا في العراء شهرين حتى ساءت حالة طفلهم فانتقلوا إلى مخيم النزوح بالخوخة أملا في إنقاذه طبعا سوء التغذية في الأواني الأخيرة وخاصة في الشهور الأخيرة الشهور الثلاثة الأخيرة انتشر بشكل فضيع جدا وصار المركز عليه ضغط عالي جدا يستقبل من مديرية حيس الدراهمي التحيطة حتى المخاء يختل المديرية نفسها لكن ضغط كبير جدا جدا يستقبل الآن الأسرة وتعبر الآن القسم مليانة سبع أسرة مليانة وضع إنساني يتدهور على مرأة المجتمع الدولي الذي يبدو مهتما بجوانب من المعاناة بالتركيز على الحديدة المركز والميناء بينما المحافظة بمديرياتها الستة والعشرين تعيش حالة تدهور معيشي لا يستثني مدينة ولا ريش اشتركوا في القناة